مرحبا و أهلا سهلا بكم معنا جديد في قناتي فيديو اليوم رح يكون فيديو عن منتجات خلصتها هل حبيتها أو بنصحكم فيها هل رح أرجع أشتريها أو لا فإذا كنتوا حابين تعرفوا شو هي خليكم معهم بالتابعوني بس قبل كالعادي بحب أذكركم إذا لسا ما اشتركوا بقناتي إنو تقبسوا على زر الاشتراك وصورة الجرس لحتى يوصلكم ميسيج أول ما بينزل الفيديو وهلا يلا نشوف هادي السلة شو فيها أول شي اللي هو هذا الغسول للوش من براند اسمها QV هذا الغسول I think إنه سعره أربعة دلنير أردني يعني كتير سعره حلو هذا الغسول مكتوب عليه إنه هو مناسب لجميع أنواع البشرة بما فيها الحساسة وهذا الاشي good ما في عطور ما في لانولين ما بيسبب حب الشباب وما بيسكر المسام هيك مكتوب عليه حبيته أو لا صراحة حسيته product لطيف يعني برجع أشتري أو لا أوكي برجع باشتري بس ما حسيت إنه غير لبشرتي وهو مش ضروري يعمل هادا الشي هو اللي بيعملوا إنه بينظف الوش فإذا بدكم غسول سعره لطيف وطبي جربوا هادا الغسول من براند اسمها QV حبيته تاني شي رح نحكي عن رح نحكي عن الشوغر بير هير طبعا أنا خلصت منه كتير و بدي أحكي لكم رأي فيه للي ما بيعرفوا شو هاد هادا عبارة عن فيتامينز بس بيجي على شكل كاندي ممتاز للشعر والأضافر هلأ أنا جربت هذا product حلو بتلاقوا عليه نتيجة ولكن بتكون فترة كتير طويلة يعني النتيجة بتبرشوا تلاحظوها بعد تقريبا الشهر الرابع من استعمال هذا product هلأ بالنسبة لإلي إنه فكرته جديدة لا مش جديدة خصوصا إذا أنت بكنت أم وبتعاني إنه ابنك بزهقك وما بيأكل كتير منيحة فأكيد انت بتعرفي هدولة الكاندي اللي هم كمان فيتامينز هدول كمان عبارة عن ملتي فيتامينز بس بيجوا على شكل كاندي يعني فكرة هذا product مش جديدة هذي فكرة موجودة من زمان بس طلع حبي مثل ما بيقولوا بعد ما استعملته Kylie Jenner هلأ الإشي الحلو فيه إنه هو gluten free و soy free و cruelty free وهذا الإشي ممتاز بس بالنسبة لإلي هذا product إذا جبتوه وما طلع عليكم لا شحن ولا جمارك رح يكون ممتاز ولكن لما تطلبوا هذا product ويجيكم مثلا من أمريكا للأردن ويطلع عليكم شحن غالي ويطلع عليكم جمارك كمان بصفي لا السعر رح يكون over بالنسبة للإشي اللي بعملوا يعني رحوا على الصيدلية يجيبوا فيتامين للشعر من الصيدلية رح يكون أرخصوا نفس النتيجة بعد من فيتامين حمودة أوكي هلأ لازم أحكي لكم عن هذا هذا الشي من برجوة اللي هو مكتوب عليه illuminator serum primer مفروض إنه هو primer بيعطينا مثل لمعة ونظارة للوش أوكي استعملت هذا السيروم أول مرة بتحطوه بتحسو إنه أها أها في شوية لمعة بس بمجرد ما حطيته مثلا الفاونديشن خاص بعد ساعة انسوا الموضوع ولكن إنكم حاطين إشي فيه إلو لمعة بالمرة صراحة ما برجع بشتريه بالمرة فيه أشياء من الدراكستور وأرخص من هذا هذا حقق 12 دينار فيه أشياء حقق أربعة دنير أنا بعرف فرح أحكي لكم عنها بيديو جاي بتعمل متل مفعول strobing cream من ماك فبالنسبة لي لأ هذا البرودكت برجوة لازم تشيلوه لأنه ما بيعمل إشي رح أحكي لكم عن هذا الشامبو الكونديشنر من براند اسمها مكاديميا أغلبكم أكيد بيعرفها رح أبدأ معكم بالشامبو اللي هو مكتوب عليه color safe للناس اللي شعرهم مصبوغ رح يكون ممتاز self free وهذا الاشي كتير ممتاز للشعر هذا الشامبو مكتوب عليه إنه بيرطب الشعر الجاف والتالف هلا رح أكون كتير صريحة معكم من الشامبوهات اللي كتير حلوة اللي أنا حبيتها وجربتها بس مشكلة هاي البراند اللي هو سعرها شوي مرتفع فهذا البرودكت للناس اللي مزانيتها بتسمح إنها تجيب شامبو نيح جربوا هذا الشامبو أنا كتير كتير حبيته كمان من نفس البراند استعملت اللي هو هذا الاول خطير كتير حلو أول إشي ريحته مثل ريحة جوز الهند بعدين فيه إلو أكتر من طريقة تستعمال فيه ممكن تستخدموه كماسك بعدين تغسلوا شعركم وبتقدر تحطوه بعد الحمام كليف ان يعني أنا صراحة كنت استعملوا هيك بعد الحمام شوي صغيري ع ايدي أحطوه على اطراف شعري كتير حلو هلأ مش رح أحكي لكم إن بعالج الشعر التالف بس بالنسبة لطبيعة شعري إذا في عندكم نفشة بتروح بتحسوا الشعر شوية نعمة هديت نحكي عن هذا الاشي اللي هو كريم للستريتش مارك أو علامات تمدد الجلد أو تشققات الجلد هذا الكريم أنا استعملته بفترة لما كنت حامل كمان بعد فترة الحمل علشان إنه التشققات ما تطلع أو ما تزيد هلأ مكونات هذا الكريم كتير حلو اللي هو الكالندولا أويل فيه الألوفيرا الصبار كمان فيه بيتامين سي بيتامين إي يعني مكونات وكتير حلوة بس للأسف بس الستريتش مارك ضلت الستريتش مارك زادت مع الحمل حسيت إنه هو وقلته واحد يعني لو استخدمت زيت جوز لهن كان رح يكون مفيد أكتر من هذا الكريم اللي هو بصراحة ما عمل إشي وما رح أرجع شتريه هذي الاشتراحة هذه المسكارة اللي هي اسمها Twist Up The Volume من Bourjois هذه المسكارة الفكرة تبعتها بالبروش تبعتها انها بتتغير لو عملتوها هيك بتصير صغيرة ولو عملتوها هيك بتصير كبيرة هذه المسكارة الحلو فيها انها البروش تبعتها بتخلي اللرموج تتفرق عن بعض بتعطي طول وكثافة متوسطين لا هي كتير خفيفة ولا هي كتير over بالنسبة لي بحب اجرب اشي تاني يعني مش اكتر اشي خرافة في الحياة بس هي حلوة ولكن في مثلا مسكرات تانية بسعر اقل قدروا تشوفوها وبتكون احلى منها بس So far هذه المسكارة من المسكرات الجيدة اللي انا بعتبرها يعني بعطيها 70% اوكي نيجي هلا لهذا البيبي كريم من براند اسمها Misha واللي هي براند كوريا هلا هذا البيبي كريم صراحة حلو اول اشي فيه SPF 42 كمان بيرطب الكوفر تبعه بالنسبة لبيبي كريم عالي وهذا الاشي حلو فيه بس عيب هذا البرودكت انه ما فيه الوان كتير يعني اتوقع هذا البيبي كريم بس بيجي منه خمس درجات هو مصمم لناسب بشرة الكوريين واليابانيين وهيكا فهذا هو الاشي الوحيد العيب عدا عن ذلك انا حسيته كتير حلو ولكن اجمالا برجع بجيب منه كم مرة اوكي ما عندي مشاكل اني ارجع اجيب من هذا البيبي كريم لان حسيته بيعطي كفر حلو خفيف على الوش بضل اخف من الفاونديشن تقطيته حلوة فحبيته اوكي رح احكي لكم هلأ عن هذا البرائمر من براند اسمها Palladio هذا البرائمر للوش بتصح فيه للناس اللي بشرتهم دهنية للي عندهم مسام واسعة اللي بيعملوا نفس مبدأ بالضبط عمل هذا البرائمر من Smashbox حتى بتحسوا نفس التكستور بيعبي المسامات بيخلي ملمس البشرة كتير ناعم بيهيئها لاستقبال الفاونديشن طبعا هذا سعره ارخص من هذا بكتير بيعملوا تقريبا نفس الاشي الحلو بهذه البراند انها بتستخدم كتير مواد طبيعية بالبرودكت تابعونها وهلأ رح احكي لكم عن هدولة الميكب ريموبر ويفس من فلورمار طبعا هذي البراند كلنا بنعرفها لانه اسعارها كتير رخيصة وفي عندهم كتير اشياء حلوة ومنتجاتهم كتيرة بس بالنسبة لهدولة الميكب وايبس انسوا الموضوع ولا بيعملوا اشي ما بيمسحوا كتير مناحي الميكب بالنسبة الي في ميكب وايبس واسعار يمكن ادخص من هذا بتعمل لتيجي احسن فبالنسبة الي من ما رح ارجع اشتريهم اكيد لانه ما حبيتهم لانه ما بيمسحوا الميكب اوكي رح نحكي عن هادا الكريم مرتب منك الليك واضح قديش انا بحب هادا الكريم هادا الكريم افضل كريم مرتب بس تعمله بحياتي اللي اسمو دراماتيكيلي ديفرنت موسترايزر كريم طبعا اللي بشرتها جافية تاخد اللوشن واللي بشرتها دهنية تاخد الجن ممتاز قبل الميكب بعد الميكب قبل ما نام كتير حلو كتير خطير لو بظلني اخلص منه شو ما اخلص بظلني ارجع اشتري منه لانه بالنسبة الي هادا افضل كريم بس تعمله للترطيب اوكي نيجي هلأ للحب مالتي اللي هو الماك تشارج ووتر هذا اللي هو بشبه الفيكس بلاس وبيعمل تقريبا نفس اللي بعمله الفيكس بلاس من الماك بس هذا بيجي فيه معادن اكتر فللي بشرتهم جافة رح يكون ممتاز اكتر ويحبوه اكتر من الفيكس بلاس فهذا الاشي انا كتير بحبه بستعمله قبل الميكب بستعمله بعد الميكب لحتى رتخلص من اللوكي الفاودري لحتى اذا بدي رطب بشرتي بس وانا حاطة ميكب فبستعمل هذا الاشي خصوصا اذا كنت مسافره دايما باخده معي واخر شي حاب احكي لكم عنه اللي هو هذا الالترا اتش دي البوستر من ميكب فوريفر انا نادرا ما احب اشي الى دخل بالشفاف فهذا الاشي اللي بيعملوا انه هو بيعبي الخطوط الموجودة بالشفاف بيعطيها مثل هيك نفخة بسيطة بيرطب الشفاف بيغذي الشفاف وانا بستعمله دايما بستعمله قبل ما انام بستعمله قبل ما احط اي حمرامات مثلا كتير بيفرق معي لما استخدم هذا البرودكت بيجي منه درجتين هذا اللي فيه لون روز كتير خفيف والتاني بيكون شفاف ما فيه لون بيهايك نكون خلصنا هذا الفيديو اللي فرجتكم فيه وبعض النتاجات اللي جربتها خلال الفترة الماضية شو رأيي فيها وشو تقيمي لالها اتمنى تكونوا حبيتوا هذا الفيديو اذا حبيتوا هذا الفيديو ما تستعملوا لايك والقوميس تحكولي اذا حابين تشوفوا اجزاء تانية من هذا الفيديو او اي اقتراحات تانية لفيديوهات حابين تشوفوها على قناتي كما ما تنسوا تشاركوا هذا الفيديو مع صحباتكم لحتى يستفيدوا كما يصيروا فرض من عائلتنا واخر شي ما تنسوا تقبسوا على زر الاشتراك وصورة الجرس لحتى يوصلكم ميسيج اول ما بينزل الفيديو بشوفكم بالفيديو الجاي باي باي اشتركوا في القناة